طيب الملف التاني عايز اتكلم فيه مع حضراتكم وهو يتعلق بمد فترة القيد والجزئية دي في الحقيقة فيها لغة كبيرة او مش فيها لغة يعني بصراحة خلينا نقول انتحاد المصري لكرة القدم في موقف لا يحسن عليه بعد تأجيل النهاية الافريكي نهاية دوري الابطال ليوم 27 من الشهر الجاري فانت كنت يوم الاربع اللي فات كاتحاد كرة مدت فترة القيد بدأ ما هي تبقى يوم 4 نوفمبر بقيت يوم 11 نوفمبر انت دلوقتي هتعمل ايه خلينا اقول لحضراتكم كمان الناس في اتحاد القرى نفسهم لحد اللحظة ما باتكلم فيها ما حضراتكم مش لقين حلول والموضوع بالنسبة لهم يعني صعب جدا ومعذورين بصراحة هتحل القصة دي ازاي طب انت ممكن تمد فترة القيد لما بعد يوم 27 طب لو عملت كده اللعبة اللي كانت مفروض هتمشي مثلا من أندياتها هيبقى موقفها ايه اللي عايز يمشي هيمشي ازاي طب هيقعد ولا هيكمل طب بطولة كاس مصرح يبقى موقفها ايه فيه فرق كمان ابتدت فترة اعداد او هتبتدي فترة اعداد لمسم جديد بعد ما تعقدت مع بعض اللعبين وممكن بعض اللعبين انتعقدوا معهم دول كانوا عندهم بعض الارتباطات الاخرى مع عندياتهم القديمة في حالة مد فترة القيد يعني الموضوع صعب جدا وبصراحة مش عارف اتحاد القرى هيحل الجزئية دي ازاي ففي كل الاحوال هوا مسم استثنائي لكن خلينا اقول لحضراتكم ان بكرة هيكون في اجتماع للجنة شؤون اللعبين في الاتحاد المصري لكرة القدم للمحاولة للوصول لقرار نهائي في الجزئية دي لو انت مدت لبعد 27 اعتقد دي هتبقى فيها صعوبة برضا انا مش عارف هيعملوها ازاي بصراحة هل هتكلم الفيفا هتخاطب الفيفا عشان تشوف ممكن الفيفا توافع على الجزئية دي ولا لا طب الوضع هيكون ايه هل ممكن تستثني الاهل والزمالك بس بما انهم لسه في البطولة الافريقية كلام هيكون كتير جدا في الجزئية دي خلال الساعات القادمة اتمنى ان اتحاد القرى يكون موفق في حل الملف ده رغم صعوبته الشديدة جدا جدا وهما معذورين جدا في الحقيقة والحلول قليلة او تكاد تكون معدومة بس ان شاء الله واسكين هما ممكن يلاقوا حل مناسب للأزمة الحالية وبالتالي في كل الاحوال زمانة حقكم ده موسم استثنائي يجب التعامل معاه ايا كانت ايه النتائج هنشوف ايلا هيحصل خلال الساعات القادمة